استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي الجهود المصرية للتهدئة بقطاع غزة وما تقوم به مصر من خطوات لإدخال المساعدات الإغاثية وإجلاء الرعاية الأجانب والمصابين الفلسطينيين جاء ذلك خلال اتصال الهاتفين تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة واتفق الرئيسان على تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار وإيطاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وحقن الدماء ذلك تمهيدا لمسار سياسي يهدف لحل النزاع على أساس حل دولتين وضف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول سبول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من مجالات التعاون المشترك